نبدأ معك يا جيمة على طول، بعيدة عن الجرافطات والتجودة وتشفين عادية على طول وحنا قلتني أنه هناك أزمة بتواجه الأهلي قبل مباراة سان جورجي في مباراة العودة أصلاً هناك أزمة في مباراة سان جورجي؟ لا، هي الأزمة على صعيد اللاعبين أه إنه الأهلي... أصلاً يا أهلي يكسب بأي اللاعبين؟ إن شاء الله، يعني كده الأهلي خلص المباراة اللي هي مباراة سان جورجي في الأساس خلصها تراتها صرفها إن شاء الله نتيجة ممثلة إن شاء الله في مباراة العودة أياً كم منها يلعب لكن أنت بتتكلم على صعيد مركز هو مركز الصداع دايماً النادي الأهلي من قبل بداية الموسم من الموسم الماضي ومركز المهاجم مودست غير مقايد أفريقيا صلاح محسن وإصابة في العضلة الخلفية قضية طول غيابه الأسبوعين النهاردة كمان اشتكى محمود عبد المنام كهربا من إصابة في العضلة الضمة الثلاثة بتاعك إن أنت بتعتمد عليهم في مركز المهاجم أصبح النادي الأهلي بيمتلك مهاجم وحيد وهو زعلوك وخيارات أخرى من داخل القائمة رغم نية مرسل كولورو ده الرجل يبتري يشتغل عليه بكرة وبعده لحد يوم الجمعة إنه يعمل شوية تغييرات لإراحة مجموعة من اللاعبين رضا سليم العبش المباراة الأولانية ممكن يبقى موجود تاو لعب المباراتين مباراة المصري ومباراة سان جورجي الأولى ممكن ما يبقاش موجود تاو ممكن يلعب مهاجم تاو ممكن يلعب مهاجم لكن هو عنده نية مو ده اللي أنا بقول لك عليه دي لغ بطل اللي هتخش للراجل في حساباته ممكن يلعب مهاجم تاو هو أكتر واحد يعني هو يعتمد على حد من اللي عندهم الخبرات هو أكتر حد ممكن يعتمد على طاهر ممكن يعتمد على زعلوك ده المهاجم الوحيد اللي عنده في القائمة دلوقتي متاح لكن هو عنده نية أنه يريح بعض اللاعبين نظر من المباراة في المتناول منتيجة مباراة الذهب تخدم الفكرة نفسها الراجل عايز داخل على معمع بعد كده آه لسه دلوقتي الأمور ما سخنتش لكن شوية وهيبتلي يلعب مباراتين كل أسبوع من أول عشرين عشرة تحديدا ومبارات سينبا وهو هيبتلي يلعب مباراتين كل أسبوع فده طبعا يحطه تحت الضغط فهو عايز لما يكون عنده المساحة أنه يقدر يغير أو يقدر يحط لعبين يعمل عملية الإراحة فعملية الإراحة هيخش فيها قصة الغيابات تحديدا في مركز المهاجم فلو كان عنده النية أنه يعتمد على تاو في مركز المهاجم عفو ما كان عنده نية أنه يريح تاو وهو دلوقتي ممكن يخش في حساباته أن تاو يلعب في مركز المهاجم ويبقى بالنسبة لي المبارات في المتناول مفيش داعي خالص أنه أنا غامر بتاو ممكن أدي الفرصة لزعلوك ممكن أعتمد على طار محمد طاري كمهاجم عنده أكتر من أبشن ممكن يعمله لكن تبقى أزمة بالنسبة للراجل يمكنه عندي ثلاث مهاجمين فجأة خسرت الثلاثة فجأة خسرت وده اللي كنا بنتكلم فيه دايما أجلنا بنتكلم على الأماكن بالي فيها زحمة في وسط الملعب يقولك عصا عنده سبعة ودائما بيقولك الجملة دي موسم طويل الإصابات كتير رقافات كتير الضغط كبير فكل اللي هي بها تلعب فلما يكون عندي ثلاث مهاجمين فجأة خسرتهم الثلاثة أقول لك تصوري قل إن مرسل كل المباري اللي جايه ديت هيلعب بتشكيلة أسرية المباري بتحقق اللي فات اللي فات ويلعب ريدة سليم مع برستاو مع سيني الشحاد بص الراجل الأمور بتبتريب بان في المباراة التمرين اللي قبل المباراة اللي هو بيبقى دايما نسوان يوم الخميس ويوم الأربع بتبتري الأمور تبان لكن أنا تصوري إنه رايح على الأقل تلات لعبين على الأقل تلات لعبين من اللي لعبوا في تشكيل أساسي مباراة الذهب طيب أستاذ عمر قبل بس ما تسأله ايه أنا عايز أقول حاجة صد ما ينفعش بقية دي أنا ما أعلقش على كلام الجماعة ايه كلام مشاكل رجال الأعمال هي الكابشن بس بتاعها الموضوع كله انت بتتكلم في مشاكل رجال الأعمال دي مشاكل الفئة الأولى